مشاهدين التساع صباحا ومع موجز لأهم الأنباء معلمية حمدين فضل يلم شكرا جمعنا التساع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري للعنف في غزة وفي تدوينات على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قال الرئيس السيسي أن القرار تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار معربا عن أمله أن يتم قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين قال منذوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ساندة الحق الفلسطينية والعربية الداعي لوقف العنف في غزة وخلال مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة اعتبر منذوب مصر أن موافقة 120 دولة على مشروع القرار العربي والداعي لهدنة إنسانية فورية لوقف الأعمال العدائية بغزة انتصار للإنسانية مؤكدا التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلية رحبت الرئاسة الفلسطينية باعتماد الجمعيات العامة للأمم المتحدة قرار حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية ووجه الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردين الشكر إلى الدول التي صوتت لصالح القرار بما يؤكد وقوف العالم بغالبيته لجانب الشعب الفلسطيني وأن القضية الفلسطينية لا زالت تحظى بما كانت عالية لدى دول العالم معتبرا أن تصويت 120 دولة لصالح القرار يعني أن العالم يؤكد رفضه للعدوان على الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه وإحداث نجبة جديدة مشددا على أن على العالم أن يتعامل بجدية مع نتائج التصويت رحب أحمد أبو الغيت الأمين العام للجماعة العربية بتبني الجماعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى هدنة فورية في قطاع غزة مؤكدا أن ذلك يعكس الإرادة الدولية الحقيقية بعيدا عن سلطة الفيتو التي أعاقت صدور قرار مماثل عن مجلس الأمن وأكد أبو الغيت على ضرورة ترجمة هذا القرار إلى حملة دبلوماسية للضغط على إسرائيل ومن يعطونها الضوء الأخضر لوقف حملتها الجنونية على غزة وللحصول على الضمانات الكفيلة بفتح ممرات إنسانية على وجه السرعة لإدخال المواد الضرورية بما فيها الوقود إلى القطاع على جانب آخر أعرب أبو الغيت كذلك عن ترحيبه بالإعلان الصادري عن مجلس الاتحاد الأوروبي بالعمل على فتح ممرات إنسانية في غزة وإرسال المساعدات للسكان هناك وكذلك بمبادرة إسبانيا استضافة مؤتمر دولي يهدف إلى إيجاد تسوية سياسية لإصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها الجوي والبحري والمدفعي على جميع مناطق قطاع غزة كما طل القصف محيط مستشفية الشفاء والأندونيسي وسط القطاع حيث أغار طيران الاحتلال أكثر من عشر مرات على محيط هذين المستشفيتين وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طيران الاحتلال استهدف منازل لمواطنين في مخيم الشاطئ وفي النصيرات وبيت لاهية وبيت حانون وأخرى في المناطق الشرقية للقطاع مقاع عشرات الشهداء والجرحة وأيضا تواصل القصف في وقت قطعت فيه سلطات الاحتلال جميع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة ولم تتمكن تواقم الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إلى أماكن القصف لإخراج المصابين أو انتشال الشهداء بينما يحاول المواطنون نقل الشهداء والمصابين على عربات وفي مركبات خاصة من جانبها أعلنت حركة حماس فشل التواغل البري الذي شنه الاحتلال أيضا مشيرة إلى وقوع اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في مناطق قريبة من الحدود في بلتة بيت حنون في شمال شرق غزة وفي البريج بوسط القطاع أعلنت وزارة الساحة الفلسطينية ارتفاع حصيل الضحايا عضوان قوات الاحتلال الإسرائيلية المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الجاري إلى أكثر من 7,415 شهيدا وعشرين ألف وخمسمائة وسبعة عشر جريحا وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن 7,305 شؤهداء رتقوا في قطاع غزة و110 شهداء في الضفة فيما جريح في القطاع 18,567 مواطنا و1950 في الضفة وذكرت الوزارة في تقريرها أن 70% من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنين خرج الألاف من الفلسطينيين في مسيرات للتأييد والغضب في مدن الضفة الغربية المحتلة من شمالها وحتى جنوبها وذلك للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة والذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غير مسبوق وقصف من البر والبحر والجو وطلب المشاركون في المسيرات التي انطلقت في جنين ونابلس وتوركارم شمالا ورمالا بوسط الضفة والخاليل جنوبا بالرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة واستحالة من الغلايان والاحتقان الشديدة في مدن الضفة مناددين بجرائم الاحتلال الإسرائيلي عربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تطورات الوضع في الشرق الأوسط وفي سياق آخر قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الخارجيات الصينية وانجي نقش العمل على ترتيب لقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصينية شي جين بينج وذلك بعد ساعات من المحادثات جمعت الوزير الصينية ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين ورجح مستشار الأمن القومي الأمريكي أن يكون اللقاء على هامش قمة منتدى للتعاون الاقتصادي لدول أسيا والمحيط الهادي في الشهر المقبل في سان فرانسيسكو مشاهدينا انتهى موجز التساع ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل